كسر حزني سكون الليل وجرحك يا علي تكلم انا العباس بجروحي رسمت على الدهار ما تم من وحشا قلب زيانا سوادي الليل لايتعلم ومن عامل حسن وحسن لون الليل لون الدم أيها المرسلين حبيب إله العالمين المحمود الأحمد المصطفى الأمجد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجع صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين مخاب من تمسك بكم وأمنا يا من لجأ إليكم يا 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 ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوز عظيم إن أنسى لا أنسى ابن فاطم مذ غدا والطفل من حر الضمى يتلوع فأتى به نحو اللئام مناديا يقوم هالقلب لهذا يغشع قالوا قالوا له مغلا سنسقيه الردى بيد الحتويف وعلق من لا يجرعه فرما حرملة بسام في الحجوم هيا فغدت دماء وريده تتداي يا 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 بكفيه دماؤ وريده نحو السماء مناديا يا مفزع أنت العليم أنت العليم وبصنعه ينفعكم بهم مهما ياتشاه إليك ربي المرجع إيانا يا ياس حتى الطفيل الطفل مذبوع مذبوع أو دمى أو دمى على زند حسين مذبوع أو دمى أو دمى أو دمى أو دمى أو دوالح طفلهم طفلهم ما لحق يغنى هب لمهايد وحزت رأس أسهام المنية وحزت رأس أسهام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسمنا لله وإنا إليه راجعون قال سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي عليه الصلاة والسلام الكمال كل الكمال اتفقه في الدين والصبر على المعيشة والصبر على النائب وتقدير المعيشة هدية مننا إلى نور عيون يا إمام عصرنا صاحب كلمتنا الحجة المهدي أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف تعجيلا في ظهوره المقدس قضاء في حوائجه حوائج الحاضرين شفاء للمرضى هدية إلى أمواتكم نوروا قلوبكم وزينوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ذكرنا في المجلس السابق عن هذه المعاني المتلألئة المشرقة التي تفوه بها باقر علوم الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وتوقفنا عند المقطع الأول من الحديث الشريف حيث قال صلوات الله وسلامه عليه الكمال كل الكمال التفقه في الدين من أراد الوصول إلى القمم من المعرفة ومن الإيمان أول محطة لهذه نعم للوصول إلى الكمال والتفقه في الدين في هذه الساعة نتكلم ونكمل البحث بما تبقى من قول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حيث قال والصبر على النائبة الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان اختبارات رب العالمين لم تكن محدودة في موضوع دون موضوع اختبارات الله جل وعلا في مواضيع شتى في أمور مختلفة واحدة من الاختبارات الإلهية في مدى تحمل الإنسان وصبر الإنسان في الأزمات قال والصبر على النائبة في رواية عندنا أن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يسأل من الإمام الباقر يقول سألت أبا جعفر محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه عن الصبر الجميل صبر الجميل شنو معناته قال هو صبر ليس فيه الشكوى إلى الناس هذا معناته الصبر الجميل أنك لا تشكو حالك إلى الآخرين نعم هناك فرق بين أن المؤمن يسأل من إخوانه المؤمنين أن يدعول له وبين أن يشكو ما مر عليه هناك فرق بين هذا أنه يقول يا جماعة أنا صار معاي كذا 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 ومرة يقول لا ادعولي حتى الله عز وجل يقضي حاجتي تارة يكون لديه حاجة تارة يكون الإنسان مريض تارة الإنسان لديه عمل معين مشروع معين يريد يكمله يريد يخلصه أكو هناك حجر عثر أمامه مثلا ولذلك أيضا ورد القرآن يشير إلى هذا في قضية النبي عقوب أبنى أسحاق أبنى النبي إبراهيم عليهم صلوات المصلين القرآن شو يقول يقول في قضية عقوب قال أنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ما أشكو حالي للناس وأنما أشكو حالي لله الواحد الأحد الله إلى الله تبارك وتعالى علمه بحالي يغنيه عن سؤالي كما قالها إبراهيم الخليل عليه السلام النبي الأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مرض يوم وليلة زين يوم واحد زين يوم وليلة يوم واحد يعني من مرض يوم وليلة ولم يشكو ذلك إلى عواده بعثه الله عز وجل يوم القيامة مع خليله يجوز على الصراط كالبرق الخاطف يعني هذا الإنسان المريض في بعض من الناس عندما نعم يطول به المرض يجي يشكو حاله صار فيني كذا 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 هذا تضيع للأجر الله تبارك وتعالى يريد يمحي ذنوبك بهالطريقة هاي كفار للذنوب أو أنه اختبار من وين الإنسان يعلم الإنسان محجوب عنه كثير من القضايا ما عند علم بها لذا النبي الأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذه النقطة أنه لا تشكو حالك لهذا لذاك يشكو حالك لله تبارك وتعالى من مرض يوم وليلة ولم يشكو ذلك إلى عواده بعثه الله مع خليله إبراهيم عليه السلام يجوز على الصراط كالبرق الخاطف هذا الصراط اللي الروايات تشير أنه أحد من السيف زين وأنعم من الشعر وكالبرق الخاطف يجوز يعني سرعة فائقة سرعة قياسية يعني ما يعرف متى اجتاز على الصراط ومع من مع نبي من أنبياء العزم سيد من سادات الأنبياء أنبياء العزم خمسة ثاني نبي من أنبياء العزم هو النبي إبراهيم خليل الرحمن خليل الله تبارك وتعالى لذا الإمام الباقر صلوات الله وسلام عليه قال والصبر على النائب الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان يشوف مدى تحمل أشقاد في المصاعب في النواعب ولذلك ينقل أنه لما انطفأ نار وقعت أحد غزوة أحد انتهى الحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رجل باسم الحارث ابن صمد قال له أريد اجيب لي خبر عن عمي أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حمزة كان له موقع كبير في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان يحبه كان صاحب نخوة وصاحب موقف بطولي ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زارني ولم يزر حمزة فقد جفاني ما كانت حمزة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانة كبيرة لذا لقب بأسد الله وأسد رسوله على عين هذا الرجل الحارث ابن صمد أخذ يبحث ما بين القتلى هنا هناك إلى أن عثر على مصرع سيد الشهداء عم النبي حمزة لكن رأى مشهدا مؤلما مشهدا أليم حزين للغاية رأى أن العدو مكتفى بقتل حمزة أنما مثل به والمثل منهية في الإسلام جملة وتفصيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى هذا الشيء فكيف آخر أرسل أمير المؤمنين عليهم صلى الله عليه وسلم الرواية تقول أيضاً هل إمام أمير المؤمنين بأبي هو وأمي رأى عمه بهذا الموقف الأليم لذا هو أيضاً نعم ما أحب أن يحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر الرواية تقول إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروحة جاء أخذ يبحث ما بين القتلى إلى أن وقف على مصرع عمه حمزة موقف حزين للغاية موقف أدمى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العدو صنع ما صنع من المثل بحمزة موقف أخذ من النبي مأخذاً كبيراً تصور الشيء لا يستهان شيء مو قليل شخص غالي وعزيز عليك تفقده مو فقط تفقده لا أن العدو قد مثل به وأنت عندك قدرة على الردع عندك قدرة على الردع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لئن أمكنني الله لأمثلن بسبعين منهم هبط علي الوحي جبرائيل عليه السلام تلا عليه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ أهنانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ طريق الصبر طريق التحمل طريق نعم الصمود الاستقامة صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شيء ليس سهلا لكن هذا خاتم الأنبياء هذا سيد ولد آدم هذا أفضل موجود خلقه الله عز وجل على وجه البسيط على الأطلاق هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أيها الإخوة لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة على رواية لما فتح مكة المكرمة لاحظوا أعطى الراية لسيد الأنصار سعد بن عبادة سعد بن عبادة أخذ يردد كلمات أخذ يهتف بكلمات اليوم يوم الملحمة اليوم تسبة الحرمة قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد يهتف بهذا النداء أتريد استئصال قومك يا رسول الله في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعليا سلام الله عليه أمسك الراية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذاك اليوم يوم المرحمة هذا مرحمة اليوم يوم المرحمة اليوم تحفظ فيه الحرمة شوفوا نداء النبي وين اللي الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين ونداء سعد بن عبادة وين دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عندما دخل النبي إلى مسجد الحرام هؤلاء صناديد قريش أعداء رسول الله اللي من أول من أول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك اليوم يعني سنة تاسعة 22 سنة 13 سنة في مكة ونعم 9 سنوات في المدينة يصير 22 سنة زين النبي روحي له الفداء 22 سنة ما خلوا يوم يوم واحد يهنأ في حياته يرتاح في حياته كل يوم كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن من هؤلاء يحزنوا يوم حرب يوم قتل يوم حرق وهكذا جمع هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم كيف تروني صانعا فيكم قال لولا هسا الآن هؤلاء بين الموت والرجاء لكن حقيقة الأمر يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفون أن النبي لا يقدر يعرفون أن النبي صاحب أخلاق عالية يعرفون أن النبي كريم وابن كريم لذا قال كيف تروني صانعا فيكم النبي عذب بعذابين أيها الأحبة عذاب جسدي وعذاب روحي أشد من العذاب الجسدي العذاب الجسدي في بداية دعوته كان يرمى يرشق بالحجارة حتى يدمى كعبة زين والعذاب الروحي نعم أنه كان يتهم النبي يقال أنه ساحر تار كذاب أخرى مجنون أخرى حشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم آذوا النبي كثيرا هاي 22 سنة ما خلوا يوم واحد النبي نعم ينام على راحته أبدا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت على أي اهنانة قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ندري بك أنت ما رح تنتقم من عندنا أخ كريم وابن أخ كريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذهبوا أنتم الطلقاء أطلق صراحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أن هؤلاء كل واحد منهم يستحق أن نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقم منه لكن هاي الروح الكبيرة اللي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجي إلى الفقرة الثانية أيها الأحبة وتقدير المعيشة تقدير المعيشة الإسلام دائما يتخذ طريق الاعتدال والوسطية حتى في الأنفاق ما يصير يعني الأنسان ينفق كثيرا واللي يعد مسرف وما يصير الإنسان يقتر على نفسه حتى يقال له حريص وبخيل الإسلام ينظر إلى الاعتدال والوسطية لذا النبي الأكرم لذا الإمام نعم الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال وتقدير المعيشة ولذلك يروى أن محمد بن المنكدر هذا كان رجل من عامة الناس من العامة ولكن له مودة أهل البيت له محبة أهل البيت هذا يوم من الأيام يقول أردت أن أعظ محمد بن علي فوعظني قيل له كيف قال في ساعة حارة من النهار من النهار خرجت إلى نواحي المدينة فرأيت محمد بن علي متكئ على غلامين أسودين وهو يتصابب عرقاً يعني صور في وقت حار صيف يعني ذروة الحر نقول ساعة ثنتين بعد الظهر والإمام صلى الله عليه قاعد يعمل على أرض على أين يقول متكئ على غلامين أسودين وكلنا عبيد لله عز وجل وهو يتصابب عرقاً فقلت شيخ من شيوخ بني هاشم أو شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة يطلب الدنيا لأذهب إليه وأعظه هكذا يرى البعض من الناس ما يقول هذا ابن بنت رسول الله هذا من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أين قدم على الإمام صلى الله عليه رد عليه الجواب قال لأصلحك الله شيخ من شيوخ بني هاشم في هذا الوقت كيف بك في هذا الوقت الحار كيف بك لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة يصور أنه قاعد يطلب الدنيا مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله لكن هذا يصور أن الإمام قاعد يبحث عن الدنيا يطلب الدنيا قال له والله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أخذها قاعدة ما يقسم بالله عز وجل إلا لأمر مهم للغاية قال والله لو جاءني الموت جاءني وأنا وأنا على طاعة من طاعات الله عز وجل وأنما كنت أكف بها نفسي عنك وعن الناس أنا لكي لا نعم أمد يدي لك ولغيرك أنا أستغني عنك وعن الناس أعمل أشتغل شنو المانع والله لو جاءني الموت وأنا على طاعة من طاعات الناس وأنا على طاعة من طاعات الله أكف بها عني وعن الناس وأنما كنت أخشى أن يأتيني الموت وأنا على معصية من معاص الله عز وجل يقول قلت له أصلحك الله أردت أن أعظك فوعظت وتقدير المعيشة نعم الإمام الباقر عليه السلام قال الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عاصر جده سيد الشهداء وأبي الضيم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أربع سنة وكان حاضرا في واقعة كربلا ورأى مصائب كربلا الواحدة والأخرى التي تندى لها جبين الإنسانية رأى مصيبة جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأن مصائب نعم عمومته وبني عمومته رأى رأى الجامعة في عنق والده الإمام زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه ورأى سبي عماته وكان معهم رأى عمته الحوراء زينب صلوات الله عليها وهي على الناق وأمامها رأس ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ويتنادي وتقول ومحمد ومحمد علي وحسين أين أديت بقيت بقيت محير وصفش بليدي هاي بليدي بليدي لا عباس لا عباس يبرالي ولحسين يضربون ووني منبج وتدمع العين وتبقى عبر تي بخدي اهتك السايا نادات يصير النوب النوب دغربي يكم هيهات هجرا هجرا هيا 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 هرا حلك ب žانا نادات نادات يا خويى وانعمين وانعمين طول الليال طول الليالش لو نجا يا خويى وانعمين وانعمين وما ظل وليل بغض مين أنا أبيت مان وناخد مان ونامان ونامان الشمير يخجم بصيوان عليا أي شمير يخجم بصيوان عليا لو كان يبقى للمحيب حبيبه ما كان حيرانا سليل محمد يا الله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الغمة اللهم ارض عنا إمام زماننا اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا احينا حياة محمد وآل محمد أمتنا ممات محمد وآل محمد احشرنا مع محمد وآل محمد اللهم اختم عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم ارض عنا آباءنا وأمهاتنا ارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا ندعو سوية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه علينا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آباء في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدان وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة من أوصاني بالدعاء وأنا أسألكم الدعاء جميعا اللهم اقضي حوائجهم يسر أمورهم شافي وعافي مرضاهم لا سيما المنظورين منهم ألبسهم لباس الصحة والعافية عاجلة إلى أمواتكم أمواتي من مات على الإيمان من لا يذكره ذاكر من المؤمنين والمؤمنات اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات كسر حزني سكون الليل وجرحك يا علي تكلم أنا العباس بجروحي رسمت على الدهار متان من وحشان قلب زيانان سوادي الليل لا يتعلم ومن عامل حسن وحسن لون الله